طيب هنروح لحدث مهم بيجري على الأرض مصر هذه الأيام وهي البطولة العربية لاختراق الضحية مصر بتحصد خمس ماتليات في هذه البطولة أو البطولة العربية لاختراق الضحية اللي بتتعمل على استاذ القاهرة مصر حققت خمس مدلئات في منافسات الفرقة في البطولة العربية رقم 25 لاختراق الضحية والتي تلعبت النهاردة على مضمار استاذ القاهرة الدولي وجوم 2 فضة و 3 بروز فهنلاق أن منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة حققق فضية منافسات 6 كيلو جرام بعد منافسة قوية مع منتخب المغرب واللي جيه في المركز الأول والمدالية الفضية الثانية كانت من نصيب فريق الشباب تحت 20 سنة برضو بس في سباق 8 كيلو جرام أما المداليات البرونزية فحقق منتخب الناشئات تحت 18 سنة في سباق 4 كيلو متر وكمان منتخب الناشئين تحت 18 سنة في سباق 6 كيلو متر أما منتخب السيدات في حق برونزيت 78 كيلو متر حفل افتتاح البطولة كان النهاردة الصبح وحضر الدكتور أشف صبحي وزير الشباب الرياضة والدكتور سيف الله شهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوة والدكتور حبيب ريعان رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوة البطولة بيشارك فيها 13 دولة هم السعودية وعمان والبحرين والإمارات والعراق واليمن وسوريا وفلسطين من قارة أسيا وتونس والمغرب والجزار والسودان والصومان من قارة أفريقيا ومعهم مصر طبعا واللي بنتمنى للأشقاء العرب كل التوفيق وأهلا بيهم على أرض مصر الحبيبة ونتمنى طبعا التوفيق أكيد لمنتخبنا بحصد المزيد من البطولة